مرحبا بكم انيقاتية مرحبا بكم في فيديو جديد لي ما شاء الله غدي نحضر معاكم جنيه وحاتة ديال التجاج في الفران كنتمنى كاملين تابعوا معا المراحل وطريقة ديال التحضير ويلا كنت اول مرة كتشاهدوا القناة ما تبخلوش عليها اشتركوا في القناة ديالي وفعلو زر الجرس اكده باش يوصلكم دائما جديد الفيديو حاتة ديالي وجديد الوصفات ديالي ورجعوا للقناة فيها الكتير من الوصفات اللي غدي تستفدو منهم ودبا غنزول تحضير الوصفات ديالنا غدي نحتاجو هنا اجني حاتة ديال تجاج ولا اجني وحد ديال تجاج اللي غدي يكونوا وصولين من طبيعة الحال بالملح والخل كيف من المعتاد غدي ناخدوهم وغدي نتكوهم شوية بواحد الموس هكده باش غدي تخلينا تتبيلا الداخل ديال جني وحد دياله وغدي دينا لحم ديالهم بنينا من بعد مما تكيناهم بالموس غدي ناخدو واحدة شوية ديال زيت الزيتون غدي نوضعهم على دوك جني وحد غنوضعوا الياغورت اللي غدي يكون طبيعي بدون سكر غنزيدوا عليهم واحد شو ديال الهريسة ولا الحار اختياري غنزيد واحد شو ديال البابريكا ولا التحميرا غنزيد واحد شو ديال الموتارد غنزيدوا واحد الكيمية ديال سكنجبير بودرا واحد شو ديال البزار ولا الفلفل الاسود غنزيدوا واحدة جوش فصوص ولا ثلاثة الفصوص ديال والتوم اللي غيكونوا محقوقين وهناي غنضيف واحد الكيمية ديال مضيشات الحوق ولا التماطم المركزة غنناخد واحد الكيمية ديال اكلي الجبال ولا اليازير غدي نحن نفركو شوية بني دينا وغدي ننطيفو على تدبيل ديالنا ام طبيعة الحالكة الملحكي بقى اختياري اه لاحسب الرغبة ديالكم ولاحسب الدوق ديالكم غدي نشرم لدوك جنيو حد ديال اللي الجج مزيان هنا غدي نزيدوا واحد شوية ديال الخل ممكن نطيفو ايضا واحد شوية ديال عاصر ديال الحمد باش يعطيكم ديالحموضة للججج ديالكم غنخليو ديك جنيو حد قربا واحد المدة ديال عشرين دقيقة حتى غدي تشربو لنا ديك تدبيل ديالهم اه بالنسبة للبطاطيس احنا ياخدين هنا البطاطيس نقيناها قطعناها مربعات غنزيدوا على واحد شوية ديال ليازير غنزيدوا عليها واحد شو ديال البزار واحد شو ديال تحميرا واحد شو ديال الهريسة غنزيدوا واحد شو ديال الملح واحد شو ديال كامون غنزيدوا واحد شوية ديال الموتار هنا عندي واحدة جوش فصص ديول التوم واحد كمية ديال التوم غنزيدو على شو ديال الزيت النباتي غادي نفرقو ديك البطاطس في دوك تواب اللي وضعنا من قبل في واحدة اللي غادي تدخل الفران غادي ناخدوها وغادي ندهنوها بواحد شو ديال الزيت من بعد غادي نحاولو نستوفيها دوك جنوحات ديالتج ديالنا وديك تتبيل اللي كتبقى لنا في ذاك البول فينا شرم لناهم غادي نوضعوها ديال فوق غادي ناخدو ديك البطاطس ديالنا وغادي نخليوها في الجوانب إلا كنتم من عشق أجنحات الدجاج كانتمنى ترجعو القناة ديالي فيها بزاف ديال وصفت ديال أجنحات دجاج طرق مختلفة وبتتبيلات مختلفة كانتمنى إن شاء الله ترجعو ليهم غادي تستفدو منهم وعندي بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي تستفدو منهم هنا يا غادي ناخدو دوك جنوحات ديالتج غادي ناخدوهم بواحد الورق ديال الفرن ولا ورق ديال الزبطة وغادي نديروهم في الفرن حتى غادي يتحمروا لنا ومن بعد غادي يرجعو باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي من بعد ما تتحمروا لي ديك جنوحات وديك البطاطاك يجي وجنوحات اللي مقرمشين والدات واحتى ديك البطاطس كتجيل ديضة كانتمنى كاملين تكون الوصفة ديال اليوما رقتكم وعجباتكم وغي يجربها بنفس الطريقة كلنا كان بغيو بحال هذه الوصفات اللي خفاف وسهلين للشهيوة ديال رمضان كانتمنى الوصفة ديال اليوما تكون رقتكم وعجباتكم وعجباتكم وإلى عجباتكم القناة ديالي وكنتوا أول مرة كتشوفوها كانتمنى تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا زي الجرس أكدا غضي وصلكم دائما جديد لفيديوهات ديالي وجديد لوصفة ديالي كانتمنى الوصفة ديال اليوما تكون رقتكم وعجباتكم وبسنة وصفة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة